فؤاد شكر المولود عام 1380 للهجرة والمتوفي في عام 1446 للهجرة الموافق لعام 1961 للميلاد إلى 2024 للميلاد أو المعروف بالحاج محسن أو محسن شكر وهو أحد القادة العسكريين في حزب الله اللبناني يعد أحد المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ الهجوم على مقر مشات البحرية الأمريكية والتفجيرات التي استهدفت قواعد القوات المتعددة الجنسيات في بيروت عام 1983 والتي أسفرت عن مقتل 241 جندياً أمريكية وهو من المستشارين العسكريين المقربين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ولادته ونشأته ولد فؤاد بن علي شكر في العاشر ذي القعدة من العام 1380 للهجرة الموافق الخامس والعشرين من إبريل من العام 1961 للميلاد في قرية النبي شيث في منطقة بعلبك في لبنان التي كانت مسقط رأس المؤسس المشارك لحزب الله عباس الموسوي أيضاً وقد تلقى تعليمه في العسكري في المجال العسكري في جامعة الإمام حسين في طهران نشاطه العسكري كان شكر ناشطاً في حزب الله منذ ثلاثين عاماً وشارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم على مقر مشات البحرية الأمريكية والتفجيرات التي استهدفت قواعد القوات المتعددة الجنسيات في بيروت في الثالث والعشرين من أكتوبر تشرين الأول من العام الف وتسعمائة وثلاث وثمانين التي أسفرت عن مقتل مائتين وواحد واربعين جندياً أمريكياً ونتيجةً لذلك أصبح قريباً من عماد مغنية وفي العاشر من أكتوبر من العام الفين وسبعة عشر وضع على قائمة المطلوبين عندما عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي دي أس أس في وزارة الخارجية الأمريكية مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات مهمة عنه إلى جانب مكافآة قدرها سبع ملايين دولار لزميله العضو طلال حمية وفي التاسع والعشرين من أغسطس آب 2019 كشفت جيش الإسرائيلي عن معلومات تتصل بمشروع دقة الصواريخ ومشاركته قائداً للمشروع يعد شكره من المستشارين العسكريين المقربين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتشمل مسؤولياته التخطيطة والتنسيق للعمليات العسكرية والتدريب عليها وهو العضو في الهيئة العليا للتنظيم مجلس الجهاد وقائد مشروع دقة الصواريخ التابع لحزب الله وبحسب بعض التقارير فقد حل فؤاد شكر في عام 2016 محل مصطفى بدر الدين القائد العسكري لحزب الله بعد وفاته ويدعي الجيش الإسرائيلي أن شكراً كان ظالعاً في اختطاف جثامين الجنود الإسرائيليين الثلاثة في عملية حزب الله على الحدود الإسرائيلية في السابع من أكتوبر عام 2000 والذي أفرج حزب الله عن جثثهم ضمن صفقة تبادل في التاسع والعشرين من يناير 2004 كان عقلها المدبر القيادي في حزب الله قيس عبيد اغتياله في اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من محرم عام 1446 للهجر الموافق الثلاثين من يوليو من العام 2024 للميلاد استهدف فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية وأفادت التقارير الأولية أنه نجى من الهجوم إلا أن مصادر أمنية لبنانية أعلنت العثور عليه تحت الأنقاض في اليوم التالي مؤكدة وفاته وأسفر الهجوم أيضا عن مقتل أربعة مدينيين وإصابة ثمانين آخرين ترجمة نانسي قنقر